قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي غرية المتفق عليه من صام رمضان إيمانا واحتسابا هذه جملة شرطية جوابها غفر له ما تقدم من ذنبه من؟ أي شخص مكلف مسلم بالغ عاقل صام رمضان إيمانا بالله وتصديقا بما أخبر به رسول الله رغبة في أجره وثوابه وحرصا على تزكية نفسه وطاعة ربه دون أن يستطيل أيامه ودون أن يتأفف لأن بعض الناس صايم بالززد كل ساعة قبل ما قال النهارة وين النهار قصير سخول الحال برد الحال صوم وسكت وشيلا قلت النهارة وين غدا يقصار ينبغي أن يكون صيامك لله أن تحتسب أن تصبر وكلما طال اليوم زاد الأجر ومن كان يشق عليه الصوم وعنده عذر فلو أن يفطر لا يعذب نفسه لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيمانا بالله وتصديقا بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية خالصة وعزيمة ورغبة في التواب بغير ربح لك إن فات الشهر بغير مغفرة ديال الدنوب ما يكونش عنده الشك بأن الله غضي يغفر ليه وقوله صلى الله عليه وسلم ما غفر لو ما تقدم من ذنبه ذنبه اسم جنس مضاف يفيد العموم لكن العلماء قالوا أن الذنوب التي تغفر برمضان هي الصغائر أما الكبائر فلا بد لها من توبع فتوب إلى الله ترجمة نانسي قنقر